أعز أقول لكم أن دور أبطال أفريقيا ده الهدف الجديد لأنه لما بنتكلم على أن الأهل يستعيد مكانته يستعيد مش بس تقاليده وقيمه ونظامه والسيستم الإداري المعروف به لا كمان يستعيد منافساته القرية بقوة ويستعيد أسهمه في المنافسة على اللقب العلامي الكبير كأكثر الأندية تتويجا فبالتالي هذه المنافسة لن تأتي إلا من خلال قلب الأميرة لابد أن يسعى الأهلي بقوة للفوز بدور أبطال أفريقي الجديد أنه بالأمس تم الإعلان عن دي أول بطولة اللي بالمفارقة الطيبة كانت في مثل هذا اليوم يعني حتى تحقيق الأهلي لأول لقب في تاريخه الأفريقي ده كابتن مختار لكابتن الخطيب المفارقة الأكثر حرافة أن الكابتن الخطيب هو اللي جاب الجو صحيح فيكون الأهلي يتوج من كماسي معقل العشانتي كوتوكو علشان يفوز الأهلي بأول لقب أفريقي عام 82 الأرعى جنبت الأهلي الأرعى الجديدة جنبت الأهلي ومازينب الكنغولي والنجم الساحلي والوداد المغرب وصانداونز الجنوب الأفريقي هذه الأندية جنبتهم الأرعى أن هم يلعبوا في الدور التمهيدي أو دور الـ 32 32 الـ 34 الأهلي هيبدأ من دور الـ 16 يلعب الأهلي في دور الـ 32 وجنبته الـ 64 أسأحاولك ليه؟ لأن خلاص إحنا ما فيش دور الـ 16 دي مجميع على طول يعني دور الـ 32 وبعدين مجميع دور المجموعات بقى من دور الـ 16 الأهلي هيلعب في دور الـ 32 مع الفائز من ريال كاديوجو البوركيني وـ CF مونانا الجابوني يعني دول هيلعبوا في دور الـ 64 الكاسبان منهم بطل الجابون أو بطل بوركينة هيلعب الأهلي في دور الـ 32 مباريات الدور التمهيدي هتتلعب أحد أيام 9 و10 و11 فبراير يعني البطولة تبدأ في فبراير والعودة هيكون أحد أيام 16-17-18 فبراير بالجابون الأهلي هيبدأ إمتى بقى؟ يعني الأهلي هيلعب الفريق الجابوني أو الفريق البوركيني هيلعبوا أحد أيام 19-11 مارس في القاهرة يبقى الأهلي يلعب ضربة البداية الأفريقية من القاهرة وحيبقى في الأسبوع الثاني من شهر مارس أحد أيام 19-11 مارس ويسافر بعدها على طول 16-17-18 عشان يلعب في الخارج إذن الأهلي يبدأ من دور الـ 32 وبعدها بأسبوع يسافر الأهلي يبدأ دور الأبطال من القاهرة ينتظر الفائز من بطلاي الجابون وبركينة فاسو مصر المقصة بقى شريك الأهلي في دور الأبطال اللي بيشارك في هذه البطولة لأول مرة في تاريخه حيلعب في دور الـ 2 أو دور التمهيدي مع فريق الـ 64 جينيريشن فوت السنغالي وحيلعب مباراة الزهاب 19-11 فبراير في السنغال يبقى المقصة حيبدأ في السنغال مع جينيريشن فوت والعودة حيلعب مباراة العودة في الفيوم 16-17-18 حال التخطي المقصة إن شاء الله لا بص هو حيلعب برضه بص لو تخطى هيلعب الفائز في نفس توقيت الأهلي اه ما هو خلاص دور الـ 32 في نفس توقيت الأهلي لكن هو حيلعب دور الـ 64 قبليه بشارك مع جينيريشن فوت السنغالي وحيلعب بعد كده في دور الـ 32 شأن الأهلي بس حيلعب الفائز من الحرية كونكري الغيني وإيه إسفان النجيري يعني عنده في الأول سنغالي ثم بعد كده عنده يا إما الحرية الغيني أو إسفان النجيري المقصة حيلعب في حال تخطي الدور التميدي هذه المباراة في دور الـ 32 الأهلي هيلعب المباراة الأولى في القاهرة أيضا المقصة هيلعب المباراة الأولى في الفيوم دور المجموعات اللي أشار ليه المهندس عدلي ده هيكون بإذن الله تعالى في دور الـ 16 وحيبدأ في شهر مايو يعني الاهل اللي حيلعب في مارس وابريل ما عندوش منافسات افريقية خالص اربعة خمسة ستة خمسة شهر مايو يبدأ دور المجموعات في حالك باذن الله ان يتجاوز يوصلوا الاهل ان شاء الله يوصلوا الاهل ويوصلوا المقصة ان شاء الله وحيتلعب بقى دور المجموعات يبدأ في اربعة مايو ثم يختتم في ستاشر تسعة الجولة الستة والاخيرة منه هتبقى في شهر ستاشر سبتمبر دور التمانية هيبقى في شهر سبتمبر والاسبوع الاول من اكتوبر ونصف النهاية هيكون في النصف الاخير من اكتوبر والنهاية لدور الابطال باذن الله تعالى في الاسبوع الاول من نوفمبر ثم الاسبوع التاني من نوفمبر يعني 11 نوفمبر يختتم دور الابطال عشان يتعرف مين رايح هو ده بالسمرار بيكون شهر نوفمبر لأنه بيبقى كأس العالم في ديسمبر ماشي الكونفدرالية فيها الزمالك وفيها المصري أنا أعتقد الناس تابعت أنه المصري حيلعب مع جريم بافلز الزمبي في دور التمهيدي والزمالك أيضاً القرع جنبته اللعب في دور الستاشر فحيبدأ في دور الاثنين وثلاثين للكومفدرالية مع زيمة موتو بطل زينزبار وولايتا ديشا الأسيوبي الفائز منهم هيلعب الزمالك في البطولة الكونفدرالية يعني احنا اعتباراً من فبراير هنبتدي ضربة البداية في المشوار الأفريقي للأندي بالنسبة للأهلي والزمالك حيبقى في شهر مارس طيب الأبناء النادي الأهلي أبناء النادي الأهلي من المدربين الحقيقة ما شاء الله مدرسة الأهل التدريبية نمسك الخشب الفترة الأخيرة ماشية بأسهم جيدة جداً عندنا علي ماهر متقلق مع الأسيوطي عندنا عماد النحاس عامل نتائج كويسة جداً مع الرجاء عندنا الكابتن قسامة عربي ميسك طانطة وبكرة هيواجه كابتن قسامة البادر واعرفش الصداقة اللي بينهم هتمشي ازاي لكن محمد يوسف ماشي كويس مع بيت روجيته عنده مباراة بكرة مع الاتحاد السكندري كابتن مختار مع الانتاج الحربي عامل نتائج وعروض جيدة إذن المحصلة بشكل كامل حتى الكابتن علي عبد العالو هو ابن النادي الأهلي واحد من اللي كانوا مدربين أو ناشئ في النادي الأهلي ماشي كويس قوي مع الداخلية ما شاء الله معظم المدربين الأهلوية نتائجهم بشكل عام جيدة جدا واحد من هؤلاء الكابتن هاني رمزي تم التعاقد معاه مديرا فنيا للمنتخب الليبي ده خبر مهم جدا 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 يعني ان المنتخبات العربية تتنبه لقيمة المدرب المصري ده موضوع مهم جدا منتخب الليبي منتخب كويس لا يستهان به نتمنى له التوفيق ويكون يعني خير سفير لزملائه والمقرر ان الكابتن هاني رمزي حيسافر الى العاصمة الاردنية عمان عشان يحضر مباراة للمنتخب الليبي بيلعب مباراة ودية هناك مع المنتخب الاردني يوم 25 ديسمبر فهيتفرج عليهم في عمان ويبدأ الاتفاق على تولي هذه المهمة المصر اليوم فيها خبر يعني اعتقد ممكن سألك سؤال فضل المهمة ولا المهمة المهمة هذه المهمة ولا هذه المهمة المهمة انت ضليع في اللغة العربية لازم ناخد رأيك في مصر اليوم النهاردة الاهل يعرض عشرة ملايين جنيه لضم عواد اشوف اي من ده اه اه اذا كان هو لسه يعني بيرتب البيت وحيشوف فيه لجنة كورة مش لجنة كورة وكيف تدار الأمور ما فيش كلام ده شغل الوسطاء يمتنعونه نابل حد ما يترتب كابت الخطيب يعلن عن الالية اللي حيشتغل بيها في مجال الكورة طيب يعني اللي ما يطلعش بيه تصريح من جهاز الكورة خاص بالكورة يبقى فيه اطار التكهنات ماشي اه اه ازا مالك والاسماعيلي لازال الاسماعيلي متقدم واحد سفر لكن يعني لما يتقال دلوقتي على انه الاهلي بيفوض حرس الاسماعيلي في هذا التوقيت مقصود الله وعارض عشرة مليون اولا يعني في الانتقالات الشتوية كمان يعني الاهلي يعني ده لما لكل اسماعيلي متصدر الدوري اه ايه اللي يجبره انه يسيب اداري مش مش لعيب مهما جات له فلوس يا جب اذا كلام مش منطقي لنما المقصود به اه حد في يمكن يعمل ده وش واثارة وتروي عشان كده بقولك ما تاخدش غير لما يصدر شيء رسمي عن طريق الجهاز المعني وهو جهاز الكرة شيء رسمي من المتحدث الرسمي لا انا متعادس عن المجلس لا انا مش متحدث عن الكرة خالص ليه بقى لا انا انهم ل��를 جرى